اشتركوا في القناة في اول ايام الدراسة مدير الجامعة يتفقد كلية الاداب عمادة شؤون الطلاب تبحث رؤيتها المستقبلية في ملتقاها الاول كلية الطب تنظم حفلا لاستقبال طلابها المستجدين اعزائي اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم في تقرير اسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود تحت الشعار نحو تحسين المهارات التعليمية والاكاديمية لعضاء هيئة التدريس نظمت عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود السبت الماضي فعاليات الاسبوع الاول من العام الجامعي 1433 1434 للهجرة رأى الفعاليات معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور بدران العمر بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والاكاديمية الدكتور عبدالله السلمان وعميد تطوير المهارات الدكتور عبدالعزيز العثمان هدفت الفعاليات إلى تقديم برامج نوعية تساعد أعضاء هيئة التدريس على آداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة عالية لا أشك أبدا في معرفتكم بأن عضوها الهيئة التدريسية هو المحرك الحقيقي لهذا المصنع الكبير جامعة الملك سعود وبقدر نشاط وإخلاص عضو هيئة التدريس وسعيه نحو الابتكار والإبداع والتجديد تكون جودة المنتج وهو طلاب الجامعة وطالباتها وناتجها البحث وكذلك بقدر تقصيره يكون ضعف هذا المنتج وانخفاض مستويات التعويل عليه في بناء صروح هذا الوطن المعطى وتعلمون إخواني الكرام أخواتي الكريمات السمعة الطيبة التي حققتها جامعة الملك سعود لنفسها ولوطنها والاعتزاز الذي يشعر به كل منتسب إلى هذه الجامعة هذه الثمرة مهددة بزوال نظارتها إذا لم نحافظ عليها ونواصل العمل على ري جذورها لتواصل النمو وتبقى حية تعلن دوما عن الجامعة وعن المستوى المشرف للمنتسبين إليها من هذا المنطلق جاء تنظيم عمادة تدوير المهارات لهذه الفعاليات التي تركز على الركن الرئيس الذي تعتمد عليه الجامعة في صناعة أنجازاتها وبناء صروح نهضتها ألا وهو عضو هيئة التدريس اجتملت فعاليات البرنامج على محاضرتين استهدفتا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية تناولت الأولى التويتر والتدريس الجامعي وتناولت الثانية القضايا المعاصرة في النشر في الدوريات العلمية الدولية إضافة إلى دورات تدريبية وورش عمل مخصصة لأعضائها هيئة التدريس بجامعة الملك سعود يأتي تنظيم عمادة تطوير المهارات لهذه الفعاليات تحقيقا لأهداف الجامعات الرامية إلى تحسين الأداء والمخرجات التعليمية وقد قامت العمادة خلال الأعوام السابقة بتنظيم 312 دورة تدريبية في مجالات التطوير المهني والتعلم والتعليم والقيادة والإدارة استفاد منها أكثر من 6300 متدرب من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وتسعى العمادة تحقيقا لدورها في خدمة المجتمع إلى إنشاء مركز للقيادات الوطنية يسهم في تطوير المهارات القيادية لأبناء الوطن العمادة في خطتها لهذا العام تريد أن تنتقل من تدريب أعضاء التدريس والموظفين إلى التدريب المهني النوعي بمعنى أن يحصل أعضاء التدريس والموظف والطالب على شهادات معتمدة عالميا بحيث يستفيد منها في حياة العملية وأيضا ندرس الاحتياج الحقيقي لعضوها هي التدريس من ناحية التدريب ولا ننسى التقنيات الحديثة في التعليم واليوم نحن سعيدين بتنظيم أول برامج والذي أيضا يتضمن استخدام الإعلام الجديد مثل تويتر للتدريس وأيضا سنركز على مهنية تقييم الطلاب والأبحاث التي يقدمها عضاها التدريس وكيف ستخدم الوطن بشكل مباشر تفخر جامعة الملك سعود دائما بأنها قدمت قيادات الوطن فكثير من الوزراء ووكلاء الوزرات والعملين في المجلس الشورى هم من أساتذة جامعة الملك سعود واليوم نحاول أن نقدم برنامج نوعي لتطوير قيادات الجامعة والقيادات الوطنية أيضا لأنها ضمن الخدمات الاجتماعية التي ممكن تقدمها جامعة الملك سعود بكل احترافية وتقدمها هدية للوطن وقياداته وإن شاء الله عاملين على مثل هذا البرنامج والذي نأمل إن شاء الله أن يرى النور قريبا قام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر يرافقه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور عبدالله السلمان بزيارة لكلية الآداب كان في استقبال معاليها الأستاذ الدكتور صالح الغامد عميد الكلية ووكلائها ورؤساء الأقسام تضمنت الزيارة جولة في وحدات الكلية المختلفة ففي مقر صحيفة رسالة الجامعة استمع معاليه لشرح من المشرف على رسالة الجامعة الأستاذ الدكتور علي القرني عن نشأة الصحيفة ومراحل تطورها والإمكانيات التي تقدمها للطلاب المتدربين فيها كما قام الدكتور العمر بزيارة لوحدة التقرير الأسبوعي المصور والتي تنتج تقريرا يرصد فعاليات الجامعة وأنشطتها ويبث أسبوعيا على موقع الجامعة الإلكتروني وفي وحدة شؤون الطلاب اطلع معاليه على عملية تسجيل المقرارات الدراسية واستمع إلى أراء الطلاب واقتراحاتهم وفي اجتماع ضم الدكتور العمر بأعضاء مجلس الكلية تم استعراض خطط الكلية وبرامجها والخطط المستقبلية التي تسعى لتنفيذها بهدف الارتقاء بمخرجاتها تأتي هذه الزيارة ضمن جولات تفقدية عديدة قام بها مدير الجامعة لكليات الجامعة للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد الجدير بالذكر أن كلية الأداب تعد أولى كليات الجامعة وتضم سبعة أقسام أكاديمية يدرس بها أكثر من تسعة ألاف طالب وطالبة وقد حصلت في العام الماضي على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الأكاديمية الأمريكية للتعليم الحر تحت عنوان رؤية مستقبلية لعمادة شؤون الطلاب نظمة العمادة ملتقاها الأول برعاية عميدها الدكتور طارق الرئيس وبحضور وكلاء العمادة ومنسوبها بدأ اللقاء بكلمة للدكتور الرئيس تحدث فيها عن الرؤية المستقبلية للعمادة وقدم وكيل العمادة للتطوير والجودة الدكتور علي البكر عرضا للبرامج التنفيذية تضمن الملتقى حوارا مفتوحا مع منسوب العمادة من موظفين وموظفات لمناقشة الجوانب المتعلقة ببرامج العمادة ومشاريعها لهذا العام الجامعي الجدير بالذكر أن عمادة شؤون الطلاب تقوم بتوفير الرعاية والخدمات والأنشطة اللاصفية لطلاب وطالبات الجامعة والتي تعد إحدى الدعامات الأساسية للعملية التعليمية والتربوية وتهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب للتحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية ليصبحوا قادرين على المنافسة في المجال الأكاديمي والمهني هدف الملتقى إلى الارتقاء بأداء العمادة وتطوير برامجها مواكبة لخطة الجامعة الاستراتيجية والتي تسعى لتحقيق التمييز والمنافسة على المستوى المحلي والدولي نظم المجلس الطلابي بكلية الطب السبت الماضي حفل استقبال لطلابها المستجدين افتتح الحفل عميد الكلية والمشرف على المستشفيات الجامعية الدكتور مبارك ألفاران والذي رحب في كلمته بالطلاب المستجدين وهنأهم على التحاقهم بالكلية وحثهم على الاستفادة من خبرات زملائهم القدامة وأكد على أن مسئولية الطبيب تعد من أعظم المسئوليات لكونها تتعامل مع أغلى كائن حي في الوجود وهو الإنسان شارك في حفل الاستقبال الدكتور مسلم الصعد وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية والأستاذ الدكتور محمد الحميد رئيس لجنة الإرشاد الأكاديمي تضمن الحفل محاضرات تعريفية عن الخطة الدراسية والنشاطات اللامنهجية يأتي تنظيم هذا اليوم انطلاقا من حرص كلية الطب على دعم الطلاب المستجدين وتدليل الصعاب التي قد تواجه مسيرتهم الدراسية إلى هنا أعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير حتى نلقاكم الأسبوع المقبل لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر